اشتركوا في القناة اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال الإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب ورحمه وغفر له وجعله في الفردوس الأعلى في رسالة لعالم من أهل المدينة هذه رسالة من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لعالم من أهل المدينة لم يذكر اسمه بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة من رسائل الشيخ التي راسل بها من راسل بها الناس من حوله يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم أساس دعوته وما قامت عليه دعوته فهذه الرسالة مما كتبه الشيخ فهو يدعو إلى الله بالقلم ويدعو إلى الله باللسان ويدعو إلى الله بالرسائل والمؤلفات والمؤلفات التي يعلمها كل من اطلع عليها ونفع الله بها أمما من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى كما ذكرت رعينا في غرب أفريقيا رعينا أناسا يذكرون أن شيخهم شيخ يقال له تقنى أو كذا تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقام بنشرها والدعوة إليها ورعيناهم يبيعون ويشترون فإذا جاءت الصلاة كل منهم يصلي في مكان بيعه وشرائه وعند ماله لألا ينهب أو يضيع هذا رعيناه من آثار هذه الدعوة المباركة أحسن الله إليكم قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ثم ينتهي إلى جناب وهنا بيض لم يذكر الإسم لا زال محروسا محروسا الجناب بعين الملك الوهاب وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم فإن سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات وإن سألت عن سبب الاختلاف الذي بيننا وبين الناس فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك ولا في شيء من المحرمات الشيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين والذي عندهم شين هو عندنا شين إلا إنا نعمل بالزين ونغصب الذي يدنا عليه وننهى عن الشين ونؤدب الناس عليه نعم هذه صفة ما قام به الشيخ رحمه الله أنه إنما دعا إلى دين الله وإلى توحيد الله وهذا هو الزين هذا هو الطيب هذا هو الحق هذا هو الصراط المستقيم فهو ما دعا لأجل دنيا ليصيبها ولا دعا لأجل الشهرة ولا دعا من أجل الجاه وإنما دعا إلى دين الله الخالص وتوحيد الله الذي هو معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ما دعا إليه الشيخ نعم قول الشيخ شيخنا حفظكم الله قول الشيخ فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك ولا في شيء من المحرمات نعم هذا دعوة الشيخ رحمه الله أنها قائمة على هذا الأساس العظيم على هذا الأساس العظيم والكلام ما كمل إلى الآن أحسن الله هنا يا شيخ ملاحظة الشيخ يبدو أنه ذكر كلمة هنا منتشرة عند العامة لكن قد لا يفهمها من لم يكن من هذه البلاد قول الشيخ والذي عندهم شيء هو عندنا شيء إلا أن نعمل بالزين ونغصب الذي يدنا عليه معنى نغصب يعني نلزمه أحسن الله يعني نلزم من يدنا عليه سلطتنا ألي نلزمه بالحق الذي نعتقده وندين الله به لأن هذا واجب علينا نعم أحسن الله قال رحمه الله والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقلبهم على الرسل من قبله كل ما جاء أمة رسولها كذبوه ومثل ما قال ورقه للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالحق من هند الله من هند الله عز وجل ما جاء برأي فلان أو مذهب فلان وإنما جاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبلغه للناس وترك الأمة عليه ولا يزال ولله الحمد في الناس من ينصر هذا الحق وينشره في الناس لقيام الحجة على الخلق أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير نعم أحسن الله إليك والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقلبهم على الرسل من قبله كلما جاء أمة رسولها كذبوه ومثل ما قال ورقه للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله نقول ما يدعى إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح القربان إلا لله ولا يخاف خوف الله إلا من الله فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية نعم هذا هو أساس الدعوة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد هذا هو ما دعاهم لنيل منصب يناله وما دعاهم لدنيا يصيبها وما دعاهم من أجل جاه ولا دعاهم من أجل طمع دنيوي وإنما دعاهم إلى ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كما قال ورقة ابن نوفل لما لما ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته ورقة ابن نوفل هذا كان من علماء وقته كان من علماء وقته وكان من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما هو عليه قال له هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع ويا ليتني أدرك حين يخرجك قومك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوم خرجيهم قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي نعم أحسن الله لك فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله نقول ما يدعى إلا الله ولا ينذر إلا لله أنواع العبادة أنواع العبادة كلها تكون لله فلا يذبح على وجه التقرب كالوضحية والعقيقة والهدي 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 الذي يذبح في الحج إنما كل ما هذا النسك قل إن صلاتي ونسكي قرن النسك مع الصلاة وكما لا تجوز الصلاة إلا لله فلا يجوز الذبح الذي يتقرب به يتقرب به العبد إلى ربه لا يكون إلا لله عز وجل فلا يذبح لأجل قبر ولا لأجل ولي من الأولياء كما يقولون يذبحون لهم ويقولون ليقربون إلى الله زلفة إنما الذبح لله يقول إن صلاتي ونسكي قرن النسك مع الصلاة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هكذا قال الله جل وعلا لنبيه أن يواجه الناس بذلك فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله نقول ما يدعى إلا الله نعم هذا أساس الدعوة أنه يقول ما يدعى إلا الله ولا يذبح على وجه التقرب إلا لله عز وجل ولا ينذر إلا لله هكذا يكون دين الإسلام يقوم على إخلاص يقوم على إخلاص العبادات كلها لله من الذبح والنذر والصلاة والصيام والحج وغير ذلك وبذل الأموال وغير ذلك تكون كلها لله عز وجل نعم أحسن الله إليك قال نقول ما يدعى إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح القربان إلا لله ولا يخاف خوف الله إلا من الله نعم ولا يخاف الخوف خوف العبادة خوف العبادة الذي معه معه ذل وانقياد لا يكون إلا لله عز وجل ولا يخاف إلا من الله لا يخاف من مخلوق خوف العبادة نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول هذا الشرك بالله من جعل شيئا من هذه الأمور للمخلوقين أو لغير الله جعله لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل حيث إنه صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل نعم أحسن الله إليك فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به فلا يغفر الشرك لمن لم يتب منه وأصر عليه ومات عليه فإن الله لا يغفر له فالشرك لا يغفر الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة لا يغفر إلا بالتوبة منه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أعمني من الذنوب ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فإن الله يغفر لمن يشاء وأما الشرك فإنه لا يغفر إلا بالتوبة والإقلاع عنه والإخلاص لله عز وجل أحسن الله إليكم واجزاكم خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة